اشتركوا في القناة عند انشاء المشروع اضغط على علامة الزائد تظهر المجلدات الفرعية اضغط على علامة الزائد تظهر المجلدات الفرعية هذا الملف الذي تم انشاءه مسبقا وهو A.Java Source Packages يحتوي على جميع ما ينشئه المبرمج من ملفات Source Packages هي منطقة العمل للمبرمج اما Test Packages تظهر المجلدات الفرعية Test Packages يستخدم للتأكد من الكود الذي قمته بانشاءه في مجلد اللي هو Source Packages معناته تنشئ الملفات في Source Packages بعدها تقوم بعمل تست او اختبار لصحة هذه الملفات في Test Packages مثال لو انا اخذت A.Java واضغط الزر الايمن واختار من القائمة Tools اختار من قائمة Tools Create أو Update Test يعني معناته انشاء او تحديث التست لاختبار اضغط الزر الايسر تظهر لي نافذة في هذه النافذة راح يعرض لي ان الكلاس اللي اريد الاختباره او التأكد من صحته هو الاي الكلاس الجديد اللي راح ينشأ ويضاف في Test Packages اسمه A.Test اضغط الزر اوكي راح نشوف انه ظهر لي في Test Packages هال اربع ملفات ليش ظهروا اربعة مو ملف واحد لانه عندي اربعة Classes تم انشاءهم مسبقا في ملف A.Java لتطبيق Test Packages نحتاج الى Library موجودة في Test Libraries وهي JUnit الجي يونت يكون تلقائيا مع برنامج NetBeans اضغط الآن الزر الايسر لاخفاء المجلدات الفرعية واضغط الزر الايسر هنا لل Test Library لاخفاء Libraries الموجودة فيه ظل عندنا مجلد Libraries واللي يحتوي على J.D.K لتنفيذ برامج الجافا سواء كان Applets او Application نرجع الى Source Packages وننشئ فيه Files Folders و Packages اضغط الزر الايمن على كلمة Source Packages تظهر لي قائمة اختار منها New اختار منها Folder احدد اسم الفولدر ونفرض اني اسميه F1 راح يكون موجود داخل Project Learn Java والبيرنت لل F1 هو SRC او Source معناته ان ال F1 هو مجلد موجود داخل مجلد اسمه Source اضغط على زر Finish ظهر المجلد F1 داخل المجلد Source Packages اضغط الزر الايمن مرة ثانية اختار من القائم New اختار Folder نفرض اني اسميه F2 كذلك موجود في مشروع Lane Java في مجلد Source اضغط على زر Finish ظهر عندي مجلدين في نفس مستوى Default Packages زل لو اضغط على Default Packages واقول لن New Folder وسمي F3 ظهر بنفس المستوى مع Default Packages لو اضغط على Lane Java واختار New Folder وسمي F4 نلاحظ ما ظهر عندي المجلد اللي المفروض يكون له البيرنت هو Lane Java لكن لو دخلنا على المشروع من Windows Explorer راح يظهر عندي اسم المشروع Lane Java وهني المجلدات الفرعية نلاحظ ان F4 ظهر عندي هنا لكن ما ظهر عندي في المشروع داخل NetBeans اضغط الزر الايمن واختار Delete لحذف هذا المجلد اذا دائما ننشئ المجلدات تحت مجلد SRC نرجع ثاني مرة الى برنامج NetBeans نفرض اني ارغب في انشاء مجلد فرعي تحت مجلد F1 اضغط الزر الايمن اختار New Folder نفرض اني بسميه F4 المفروض ان F4 يكون تحت المجلد F1 اضغط على زر Finish نلاحظ انه ما ظهر المجلد بطريقة التري اضغط الزر الايمن في هذه المساحة في عندنا اختيار في برنامج NetBeans اسمه View Java Packages As يعني كيف يمكن اظهار بكجز الجافا فعندنا ثلاث اختيارات List Tree Reduce Tree List اللي هو الوضع الحالي في الوضع الحالي المجلدات الفرعية تظهر بعد اسم المجلد اب او parent له مثل F1 dot F4 وتظهر علامة الزائد فقط في المجلدات التي تحتوي على ملفات فبفرض اني اضغط الزر الايمن واختار new java class اسمه B اضغط Finish ظهرت علامة الناقص وظهر تحت المجلد اللي هو B dot java هذا بالنسبة لل list تظهر المجلدات بالطريقة هذه المجلد الفرعي يظهر بعد اسم المجلد الرئيسي له بينهم علامة النقطة ان كان المجلد يحتوي على ملفات فانه تظهر علامة الزائد والتحول الى ناقص ويظهر لي الملفات الداخلة في الاختيار الثاني اضغط الزر الايمن في java packages as tree tree نلاحظ انه F1 ظهر داخل مجلد F4 ظهر داخل مجلد F4 الملف B dot java F2 F3 ما يحتوون على مجلدات فرعية هذه طريقة لتري طريقة الثالثة للعرض نضغط الزر الايمن اختار في java packages as reduced tree لو نحاول نقارم بين طرق العرض الثلاثة الليست تظهر لي جميع المجلدات تحت بعض ولو كان المجلد يحتوي على مجلد فرعي فانه يذكر اسمه بجانب اسم المجلد الرئيسي لها وتظهر علامة الزائد في حالة انه مجلد يحتوي على ملفات اما بقية المجلدات فتظهر مثل ما احنا شايفين باللون الرمادي لانها ما تحتوي على اي ملفات هذه طريقة اللست طريقة لتري لتري كل مجلد داخلها المجلد الفرعي يضغط عليه تظهر لي الملفات اللي تحت ه واللاحظ انه في اللست يظهر default packages اما في التري لا يظهر مجلد default packages واللي ينشأ تلقائيا مع انشاء المشروع الان نقارم بين اللست والReduce تري الReduce تري واللست كلهم يظهرون اسماء المجلدات نقطة بعدها اسم المجلد الفرعي له لكن لو كان المجلد لا يحتوي على ملفات فانه يتعامل معه مثل ما تتعامل التري مع المجلدات يظهر شكل المجلد ومقابله علامة الزائد فكأن الReduce تري تجمع بين اللست وبين التري نرجع البرنامج النت بينز بالنسبة لي افضل اختيار العرض بطريقة الReduce تري الى الان اضفنا فولدر مجلد واضفنا java class ظل عندنا اللي هو java package ما هو الاختلاف بينه وبين المجلد او الفولدر بفرض اني بنشئ java package اختار رح يعطيني package name بفرض اني بسميه b1 نلاحظ ان شكله بنفس شكل المجلدات السابقة لو اقشر على فولدر f3 نلاحظ كتب لي java source package f3 كذلك في الملف نلاحظ انه كتب كلمة package f1 dot f4 فعليا الفولدر وهو نفسه البكج ما في اختلاف بينهم الاخص ما تم عرضة في هذا الفيديو انه عند انشاء مشروع بلغة الجava فانه انشاء اربح مجلدات تلقائية مجلد source packages هو الذي يوضح فيه جميع الملفات والمجلدات والبكج الذي يقوم المطور بانشاؤهم ثانيا لانشاء لانشاء اي مجلد او اي ملف نضغط الزر الايمن نختار مجلد بكج جافا انترفيس ايا كان من هذه الاختيارات ثالثا الفولدر والبكج هو نفس الشيء ما في اختلاف بينهم النقطة الرابعة يمكننا التحكم في طرق عرض الملفات والمجلدات بالضغط على الزر الايمن في هذه المساحة واختيار الامر view جافا بكج از اما list او tree او reduced tree